قولي يا بيبي هيا مراتك ما بتسألكش عن الصهر ده؟ لا بتسأل عادي بس انا بفهم ان انا عندي شغلة انا كل يوم؟ او شغلة بيه خلاص يا بيبي يا سلام بس تصدق مراتك دي طيبة او مراتك دي طيبة او مراتك دي جوزتها لي مراتك دي جوزتها لي خد دي واو ايه دي بقى؟ ايه دي يا براتك ايه ده؟ ممناسبة ايه؟ ممناسبة انها سايبك ليه بمدتي كلها يا سلام عليك يا حبيبتي يا سلام عليك وعلى رقتي كوتي بتقلبك يا سلام عليك انت يا كتكوتي بحبك بموت فيك بجاني بحبك 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 يا سمير يا نارة بيض انا مقدرش هيش مغاريك اصل بحبك 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 بالدائل بحبك بحبك مهلا بتán بدان ب rip енить بحبك بحبك عenza بحبك 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 بقول لك ايه افتح لي مكتب الحج قصدك مكتب سمير بي اهو بقى مكتب سمير افتحولي يا سيدي زي ما يكون اصل اه اصل ايه في ايه اصل في الحقيقة يا سمير بي منعنا نفتح مكتبه وهو مش موجود منع كنتم مش منعنا انا والله يا بشا انا عبد المأمور وانا صاحب الشركة انا المأمور وسمير بي ده موظف عندي وامراته اللي هي اختي اللي هي حصة واقل من حصتي اللي بتعمله ده غلط عم حميد والله يا بي انا مليش داخل انا عبد المأمور ما تزعلش مني لا ده نزعل وازعل وازعل لما موظف عندي بنعني من دخول مكتب موظف تاني يبقى انا مليش لازمة زي ما انت كمان ما لكش لازمة يا سابت بي سمير بي العدو المنتدب ما تلمنيش ان انا بنفذ عوامره لا بقى انا مش هلوم انا هعمل اكتر من لوب كتير ما طبعا ما غلطيتي ولازم اصلحها وكأننا ما بقناش صحاب المجموعة سمير بي بقى هو الكل في الكل ده انت لو حاولت تفهم حاجة مش هتعرف تفهم اي حاجة ده انت لو طلبت فلوس استنى بقى لحد ما البيت عطف عليك وكل ده احنا اللي عملنا بأدينا مجد انت سمعني ولا لأ يا مجد انت لو فضلتك كده كل حاجة هتروح مننا سيبني في حال يا سابت لا خلاص مش عايز حاجة ازا كان على حق ونصيبي في المجموعة اخده يا عم بس سيبني في حالي بقى ارجوك سيبني في حالي يعني ايه مش عايز حاجة مش عايز حقك حق اراح يا سابت احمل زمان يوم بابني ما مات ابني اللي كان نفسه اشوفه مات يا سابت ومراتي ماتت خلاص يا سابت وصرت كل حاجة وفلوسك ورسك مش عايز حاجة فيها اخد كل حاجة وسبني في حالي بقى خلاص سبني في حالي ارجوك يا مجد انا اخوك وخايف عليك اخوي اللي مرفعش السمع عشان خاطر التمن علي بعد ما امراتي ماتت يا سابت ولا اخوي اللي اول ما جالي عشان من جالي عشان خاطر فلوس لازم تفهم ان احنا اللي عملنا كده في نفسينا كان لازم نفهم ده ما عرفناش يعني ايه ابونا ابونا اللي عملنا كل حاجة في الدنيا واحنا خرنا كل حاجة منه غصبا عنا تينا شربنا من نفسك كيسا مال اشتركوا في القناة يا سابت يا سابت يا سابت يا سابت المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا صدق الله العظيم أنا نازل يا حبابتي مستعجل قوي ماشي خد بالك من نفسك يا حبابتي يا حبابتي كان لازم أمضيك على العقد الشرك الجديد أنا جبت لك نص خمباتح بس في حالة نسيتم أمضيك عليها طب ما انت معك توكيل أنا مش هان في عمضة مكانك أنا التوكيل ده بس بستخدمه عشان ما تقبكيش لكن ورق مهمة زي ده لازم ما دي حياة لتنمضي عليها نمضي يا حبابتي أقر الأول وأعرف العقد فيه وبعد كده أمضي بسي يا حبابتي نعم ألت أجيني يا بي بعمك نحسني بعمك ادفعي مديحة ادفعي تمن اختياراتك وتمن ساعدك مع جوزك من هنا ورايحة افضلي تتفاعل سلام عليكم ايكم السلامة باركاته عزاك حبيبي الحمد لله باركاته طعم عامل ايه يا ماجد الحمد لله مش كفاية بقى كفاية ايه بابا كفاية حزن يا ابني الحزن بيجيب حزن والهم بيجيب هم انا وزع الهم اللي حصل ليا بابا دي قل حاجة ازعلان من روحي انا ازعلان مني ايه يا بابا طب دي حاجة كويسة الرجل اللي بيلوم نفسه يبقى بيطهرها مش عارف هطهر منها ايه ولا ايه كله بيطهر يا حبيبي المهم قلبك يكون صافي وحضرتك مزعلان مني؟ لا مش زعلان منك زعلان من رميتك دي وقوم بقى عشان مزعلش منك اكتر يا بعد كل اللي عملته في حضرتك وحضرتك مزعلان مني يا بابا الاب مهما زعل من ابنه بيصيره حيصفل وما دي في معظم الاحيان بيعمل انه زعلان وانا ابني مات يا بابا ابني مات من غير ما تشوفه ولا حد عام عليه انا زعلان ازا زنبك انت؟ كل اللي انا عملته في حضرتك ربنا ردهولي في بي يا عبيب ده قدر ومكتوب يا انت كان متهيقلك ان ربنا بنتقل منك في حماوت الروح السوية يا رده لا يا حبيبي ربنا ارحم بالعبد من اي حد قوم يا ماجد روح معايا البيت عشان عايزك تفضل معايا اشتركوا في قبل